الميليشية الإنقلابية وبعد أكثر من ثمانين يوماً من المراوغات تفشل الجهود والتحركات الأممية الرامية إلى تطبيق اتفاق السويد في الحديدة وتواصل تصعيدها العسكري الإنقلابيون بدأوا بشن هجمات عنيفة في محاور عدة بالحديدة بعد أن أبلغوا مسؤولين في الأمم المتحدة في صنعها رفضهم التعاطية مع أي خطة لإعادة الانتشار من الحديدة وموانئها إذا كانت الخطة تنهي وجودهم الأمنية والإداري العمليات العسكرية تركزت وسط مدينة الحديدة وجنوبها وشرقها محاولين استعادة مطاحن البحر الأحمر والتقدم في مديرية الدريهمي وحيس ومناطق كيلو 16 ومدينة 7 يوريو لكن قوات الشرعية صدت الهجمات تلك وصلت قهود المبعوث الأممي إلى طريق مسدود أمام تعنط الميليشيات رفضها جميع الحلول السلمية رفضها الانصياع للقرارات الدولية قبل ذلك ثم الاتفاق السويد الذي تم التوقع علىه مؤخرا وبالتالي نتوقع عودة الأمور إلى الحسم العسكري لأن هذه الميليشيات لا تؤمن إلا بالقوة وبخيار الحسم العسكري الحكومة الشرعية من جهتها وبعد كل التنازلات التي قدمتها أبلغت المبعوث الأممية إلى اليمن مارتن غريفث أنها وصلت إلى نقطة النهاية في تقدم التنازلات ولم يعد لديها ما تقدمه لتلقي الكرة في ملعب الأمم المتحدة تطورات تعني انتهاء اتفاق السويد وتحمل مواشرات العودة إلى خيار الحصم العسكري لتحرير الحديدة تحركات أممية لإنجاح اتفاق السويد أفشلتها الميليشيا الإنقلابية وأعلنت صراحة عدم خروجها من موانئ ومدينة الحديدة والسؤال المطروح هل ستحدد الأمم المتحدة الجهة المعرقلة أم أنها ستظل تراهن على تحركات أفشلتها الميليشيا محمد الحذيفي الإخبارية تعز